ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء والسكر العلن البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة وإضرام النار عمدا في مركبة وقد تسبب المتورطون في أعمال الشغب في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا و14 مصابا تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات وتمانية مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط حيث يشرف طاقم طبي من مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على متابعة عملية استشفائهم وتمكينهم من المساعدات الطبية اللازمة كما رصدت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحت إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات وردود فضلا عن إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية والتمريدية بينما تم نقل باقي المصابين لمختلف المؤسسات الاستشفائية بالرباط أيضا سجلت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحت إلحاق خسائر مادية بالعديد من المرافق ومجتملات الملعب وإضرام النار في دراجة نارية وتعيب وتكسير 33 مركبة ونقلة تتنوع ما بين مركبات تتابع للشرطة وسيارة أخرى في ملك الخواص كانت مستوقفة بالفضاءات الخارجية للملعب هذا وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة موسيقى اشتركوا في القناة